أنا بشوفها أم الدنيا وقد الدنيا وأجمل بلاد الدنيا بشوفها مصر الطيبة بكل ولادها المخلصين اللي رايحة لكل خير بشوفها ناس شقيانة وتعبانة عشان مصر توصل وتكون في مكانها الصح اللي تستحقه وقريب قوي وانت بتشوفها ازاي؟ ده كلامنا النهاردة بس بالمعدول بسال خير تسع سنين بالتمام والكمال بتتضافر وتتحد وتتكامل جهود ناس كتير قوي وجهات كتير قوي عشان البلد دي تقع وتتقسم وتتخرب وما توصلش لأي حاجة الجميل والمدهش والرائع في الأمر إن رغم كل اللي مصر بتتعرض له من 2011 لحد النهاردة قادرين نكمل وصندين مش كده وبس ده انت بتبني وبتأسس وبتعمل دولة قوية وبتقف قدام كل اللي بيحصل أنا بصراحة أعدت أدور على نمازج زي دي على مستوى العالم لقيتها مش موجودة فعلا بجد ربنا يحفظ بلدنا على كل اللي بيتعمل فيها ويكمل ده كله جيش قوي على قلب رجل واحد بيطور ويحدث ويقوي نفسه وهو بيعمل دوره ووجبه برة وجوه وهو على قلب رجل واحد علشان أي حد يفكر إن هو يقرب ناحية مصر بحرا أرضا جوا يشوف اللي ما يخطرش على بينه ينوقوا في كل أنواع الحروب يطلعوا لك بقى تشكيك يصدروا لك شك يصدروا لك إهباط يصدروا لك إشعاعات كل أنواع الحروب برضو بتفضل مصر ماشية ومكملة في طريقها ما بتتهزش الجميل زي ما قلت لحضراتكم إن إحنا بنبني دولة بجد البداية ببنية تحتية حديثة متطورة تتلاءم مع دولة عايزة تكون في مكانها الصح بنية متطورة في كل حاجة عشان لما تيجي تشتغل تشتغل صح تكمل البنية دي مدن جاية بطول مصر وعرضها جاية من شرق مصر ومن غربها تتكامل بقى مع المشروعات بتاعة الطاقة بتاعة التعدين بتاعة البترول تكملها تاني مشروعات استثمارية ومناطق استثمارية تكملها تاني مناطق جذب سياحي فتشوف صورة المصر متكملة على بعضيها ما تشوفهاش في أي حتة تانية وتعرف إن المصريين بجد المرة دي اتعلموا من كل دروس الماضي إن البنى يكون بخضوات ثابتة ووثقة ومدروسة تيجي الاقتعاط الاهتمام بالإنسان وتتكلم عن التعليم وتشوف مشروع قومي بيتحارب بقوة عشان التعليم يبقى في مكانه الصح هيكمل غصبر عن أي حد هيكمل لأن مصر قررت إنها تعمل تعليم صح أول حاجة في بناء الإنسان التعليم والبداية بتبقى صح يكملوا موضوع صحة بالحملات الكتير أول اللي احنا شوفناها بالحاجات الكتير أول اللي كانت بالنسبة لنا شايفين مفيش لها حل فأمراض مزمنة كانت بتهدد كتير من المصريين يكملها مشروع تأمين صحي عملاق بجد ياخد وقته عشان التجربة تطور نفسها بنفسها عبل ما تغطي كل المصريين خلال السنوات القريبة الجاية يبقى عندك تأمين صحي يليه بالإنسان المصري وجنب الصحة وجنب التعليم تيجي الشباب والاهتمام بالشباب مش مجرد شعارات بتتقال الاهتمام بالشباب بتخطيط فرص شغل بتخطيط للقاءات مع الشباب بالمنتدى اللي احنا شفناها الأسبوع ده بالمؤتمرات اللي احنا بنشوفها بحكومة بتسمع برئيس بيتفاعل وبيسمع الشباب عشان يبقى بناء الإنسان المصري من كل النواحي وكل ده وهو بيتعامل برضو الحرب على مصر ماشية ومستمرة لكن عظمة وقوة المصريين انهم ما بيتهزوش ومكملين في طريقه بيكمل كل ده دولة بتتعامل مع أي مستجدات بسرعة ودي ما كناش بنشوفها في السنين اللي فاتت يعني في مشاكل كانت الدولة بتوقف قدامها عجزة النهاردة بتحصل مشاكل بره وجوه وارد انها تحصل رد فعل الدولة بأجهزة كتير قوي أصبح سريع وأصبح مختلف كتير جدا عن سنين فاتت علشان كده وبكل اللي احنا قلناه مصر مكملة ورايحة لكل خير وهنشوفها رايحة لكل خير وهتبقى ان شاء الله أم الدنيا قد الدنيا ساعتها بس هنشوف كل حاجة في مصر بالمعدول أشوفكم الحلقة الجاية سلام